هذه هي أسهل وقالد معسلة رمضانية تقدروا تحضروا سهلة سريعة كتجي بنينة واقتصادية دون تعب أو مجهود للدو التعليكة بلما نحضروا عليها معكم معسلة اللي بنينة بزاف بزاف كي يطلبوها أكتر من شبكية وسلو قادي معطيكم جميع الأسرار ديلها التكلفة باش تقامت عليها نوريكم الورقة اللي خدمت بيها وإن شاء الله تمن البيع فكل شيء سيكون في هذا الفيديو تابعوه معي ومتأكد ان شاء الله ستنال إعجابكم وستجربها وتحمقوا عليها أول خطوة سنحضرها معكم باللوز ممكن تحضروها بالكوكو كما ممكن باللوز أنا درت معكم موحدة بالكوكو وبالزفد الأخوات أريد وصفة أخرى باللوز وسنحضرها معكم بكل فرح فأخذت اللوز لم تسلقوه شيء كان أخذ غير الماء وكان طيب ومزيا ومن بعد نغطي على ذاك الكسرونا فيها ذاك اللوز عملت نصف كيلو ذاك اللوز وكان خليه مرقض غير واحد شوية واحد جوج دقائق وكان بدأ نرفض أو لا كان نهيز شوية بشوية وكان فسخوه ومن بعد ما نفسخوه نعمله هكاف واحد صفية بالشيدة كان فيه شي ما يستقطع ومن بعد كان وضعه في الصينية وكان دهنه بمعلقة ديال الزيت على حسب الكيمية بحل دبا انا درت نصف كيلو ديال اللوز درت هكذا معلقة كبيرة ديال الزيت وغان دهنه مزيان مزيان إذا كان عندكم كوكا وبالقشور ذاك كوكا الكبير حتى هو غادي تديرون نفس الطريقة إذا كان عندكم كوكا ومنقي فمباشرة دهنوه بالزيت ودخلوه في الفران فهالطريقة هدي كيجي رائع اللوز ديالنا تلك وكوكا وعيجي مزيون وهكذا يعني ما كنستعملوش واحد الكيمية ديال الزيت في القلي وكيجي فيه واحد حميرة واحد قرميشة يا سلام منين كتعملوه في الفران شعلو الفران من فوقه من تحت وحتي الدهب ليكم اللون ديالو صافي وخط فيو عليه الفران رامكي كيفما تشوفوه فيو عليه كيبقى ماشي كما كان قليوه في الزيت يعني من بعد كيزيدي يتحمل كنخلي واحد داكي يبرد وندوزو ونطحنوه فاذا كان مثلا غدت عطو باش الطحنوه ضروري وضعوه في شي علبة محكمة لإغلاق باش فاش تبغيوا الطحنو يتطحليكم مزيان انا مباشرة غير فقد الحرارة اكاك واحد ساعة كان برد ودست نطحنوه معاكم فاغنطحنوه ان شاء الله مزيان بهات الشكل وخي يبقى فيه داك الطريفة ديال القرمشة ولكن يتطحلينا مش يبقى هكا طرافي كبار الطحنو في اي مطحنة عندكم الاهم اللوز او للكوكو يتطحن بهات الشكل مطحن مزيان ولكن مش يجينك يبقى ندك التقرمشة ديال اللوز فاش نكونوا ان شاء الله تناكلوا اللي بغى يطحنو مزيان ممكن على نصف كيلو ديال اللوز غادي نضيف ان شاء الله جوج معالاق ديال سكر غلاسي ديال مسكن حرة او الميستيكا اللي كتدقوهم مزيان نخلطو الكل جيدا وغادي نضيف ثلاثات المعالاق ديال ماء الزهر وغادي نضيف جوج معالاق ديال مرابا ديال المشميش وغادي نضيف ثلاثات المعالاق كبار ديال زبدة مدوبة نخلطو الكل خليو ديال العقدة ديالنا او التخليطة ديال اللوز على جانب دوبت هنا ستين جرام ديال الزبدة وغادي نخففها بالزيت وغادي نحتاجو ورقة الفيلو خديت هاد ورقة الفيلو هادي خديتها من بين ثمن ديالها خمستاشر درهام فيها نصف كيلو زوينة بزاف صراحة وكين النوعيات اخرين موجودين اللي بغيتو باش اي ورقة الفيلو تخدمو بها غير ورقة الفيلو كتبغيت تخدموها في مكان ليكن مسدود فيه النافيدة باش مكتنشفشي هزيت جوج ورقة حطيتهم على سطح العمل بهات الكيفية دهنتهم بالزبدة تقدروا تديروا كل ورقة بوحدها او تخدمو بها الطريقة هادي بنسبة المبتدي اتمنى الاحزن ديروا ورقة واحدة دهنوها بالزبدة حطوا الحشوة والويو ويوها كاملة بنسبة هكذا اللي عندها سطح العمل بغادي توفر على راسها الخدمة او لتخدم بواحد السرعة خديت ورقة دهنتها بالزبدة وضعت عليها ورقة اخرى انا وضعتها كجوج في نفس الوقت فنحط الحشوة بهات الكيفية وغادي نبدا نلوي وانا مزيرة يديا ولاحظوا معي دهنها مزيان بالزبدة والزيد الاخوات اللي عندهم حساسية من الزبدة او من الزيد تقدروا تخدمو بحاجة وحدة يائما بالزبدة بوحدها او بالزيد بوحديته هاته هادي ممكن انا كنخلطهم بجوج كلوي مزيان حتى للنصف وكنقطع وشؤون نصف الثاني حتى هو ديرا فيه وحدة غير بدل مكت غادي ندير ربعات ديال الورقات ونقلوي انا وضعتهم هاكا فوق بعضيتهم وحصلت على ربعات بهات الطريقة هادي من بعد كنستمرو بنفس الكيفية حتى كنكملو الورقة كلها غادي نجيب صيني يلي جيني قد الورقة بهات الشكل وكندهن اعميده ديالي بالزبدة والزيد ونقسمو قدروا تقسمو عينكم ميزانكم او هكا تعبرو بشي ستاتيلا والقياس متو ما تبغي واش تبغيوهم صغارين او كبارين هكا تخليوهم انا قطعتهم هكا صغار تقريبا فيهم واحد ثلاثة ونصف ديال السنتيم في الوحدة كنشعل الفران اعمية وسبعين درجة مشعل غير من الاسفل حتى كنت تتحمر من الجوانب بها تشك كنشعل عليها شي شوية من الوجه وهي بقى سخونة كنسقيها بالعسل سقيتها بالنص لطرود العسل العسل تقسمتها معاكم في فيديوهات سابقة وتزينو باش ما بغيتو انا زينتها باللوز كونكاستي واللوز ايفيلي وكنرجع صيني يديالي الفران باش تبقى فدك سخانة ليلة كاملة او مثل اندرتوها في الصباح وطيبتوها خلوها حتى يبرد عليها الفران منين كتجبدوها كتكون بها تشكل هذا كتشرب لكم العسل تماما ما كتبقاش العسل نهائيا في الصينية كتشربها كلها الحشوة كتجي معلكة بنينة كتر ما كتصوروا الورقة كتجي مقرمشة من الاد ما يكن هي هادي البقلة ودينا عن قرب تكلفة باش تقامت عليها تقامت عليها بخمسة وخمسين درهام تقدر تكلفة تقام لكم اقل بشوية او اقل بشوية ولكن كتحط لينا تقريبا ثلاثة ديال كيلو نتمنى ان شاء الله تكون واضحة لكم تماما للبيع اذا درتو لها غير مية مية وعشرين درهام مرة غدي تخرج لكم واحدة الرباح اللي كبير والاهم انه مفيهاش المجهود نهائيا بالخصوص اذا ورقة الفيلو خدتوها جاهزة فكتسهل عليكم بزا في العامل طريقة الاحتفاظ ووضعوها فعولة بمحكمة الاغلاق وحطوها في مكان اللي مفيهاش الضوء را ما شاء الله كتبقى اكتر من شهرين كتبقى مقرمشة وطرية بحلعة طيبة وانتمنى تجربوها را ما غديش تشبعوا منها تهلا وفراسكم وبالصحة والراحة مسبقا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة